تعالوا نشوف قانون التعامل بين تلك الأجيال في مشهد لطيف يأسر القلب شوفوا يا جماعة قادي الولده الجيل الصغيره اللي بنحاب عليه جايب اللعبة بتاعته ونفسه استنى كده لو سمحت ونفسه يعبيها بالتراب زي ما الجرار الكبير ده العربية الكبيرة دي اللي بتنقل التراب بتتعبى بوسطة الجرار ده اللودر ده الولد عايز عربية الصغيرة تتعبى بنفس الطريقة وطلع يجري محدش زعفه ولا ألمش يا عد من هنا انت تتعور امسك والراجل اللي بيسوق الآلة الكبيرة دي يزعل انتوا سيبين أولادكم قدامي بقول الولد ممكن يتعوقى ما عملش كده بصوا يا جماعة عمل ايه قاعد يحابي ويدور البتاع علشان يملهاله بالتراب والولد بيتنطط فرحان شايف انه عمل انجاز هايل وبعد كده نزل يقول له اتفضل يا سيد لحد عندك هو هكذا تتعامل الأجيال الكبير مع الصغير والأب مع الابن والجد مع الحفيد وجد الجد مع حفيد الحفيد والبشر كده يا جماعة ايه المعنى اللي بيحرك الناس دي إلا الحب الذي يصنع الحياة هو ده قانون التعامل بين الأجيال مش بس من الكبير تجاه الصغير ده كمان من الصغير تجاه الكبير عشان يردله الجميل إذا كان نبيل الطبع يحفظ الود يقدر عطاء الأب والجد والأم ويقوم برد الجميل لما دول يكبره في السن وده يبقى هو الشاب الفتو واللي عنده قوة وعنده ريعان الشباب ودول بقى ضعاف كبار في السن مريض فيشيله مش بس بيشيله ده بيشيله ويطوف به لما نشوف هذا الفيديو العجيب من معاني تعامل الأجيال والبر شوفوا كده يا جماعة هذا الإنسان الكريم اللي بيأخذ والدته شايلها على ظهره ويطوف بها حول الكعبة يعمل بها المناسك كلها وأطي أحلى على قلبه من العسل وأمه بتدعيه إيه اللي في قلب الأم دي جاه الابن ده من الامتنان ولا عرفان ليه بتدعيه بإيدي بينها وبين ربنا لما شايلها على ظهره وبيطوف بها السبع أشواط وبعد كده حيروح بها الصفة والمروة ويروح وييجي ويعمل الحب يا جماعة البر الحب الذي يصنع الحياة ختام القول التعامل بين الأجيال قائم على توريث معنى الرحمة ومعنى البر ومعنى التعهد ومعنى اللطف وقائم على رد الجميل من الصغير للكبير والاحترام والتوقير والأدب الكامل هذه كانت محاولة التذكير لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة بين كل كبير وصغير بين كل كبير وأصغر بين كل جيل والجيل الذي يليه بين الجيل الصغير والجيل الأكبر من توفية الحق والقيام بالبر ورد الجميل ندعو الله تعالى أن يخلقنا بالأخلاق المحمدية